فريني كابتة إبراهيم كابتة نابو الدهب هندي تقييمات لفريق نابو أهلي النهاردة من خلال اللعبين هنبتدي بالشناوة يا كابتة نابو الدهب لو أنت عايزت أو ديني تقييم لكل من خلال طبعا الوراء لأمام حاضر لا ما نخلينا أقولك الشناوة من بداية المستوى السابق عمل ماتشاة كويسة ده أدلو 8 من 10 النهاردة؟ النهاردة 8 من 10 بس بعد التصدي لكل ده؟ لا أوراد يعني ممكن أدلو 10 من 10 لكن هو جنك وهي مستوى السابق طول الفضل طيب محمد هاني؟ محمد هاني أدلو 7 من 10 7 من 10 بدر بنون بدر بنون رجله في الملعب هالو فترة بيلعب هادي مركز عرضه سيطرة لا أنا بتكلم النهاردة لا كويس نهاردة شايف بدر بنون كويس زي المشاة اللي فاتت؟ أطبعا 7 من 10 أيمن أشرف ده يعني ممكن عنده حلول وهو ممكن يتمنى أي مدير فني عنده حلول ممكن يعبس لتباكي لعبة لفت لكن مستوى السابق هتدلو 9 من 10 9 من 10 وحمود وحيد أدلو 6 من 10 6 من 10 السلية كنت ممكن كنت نفسى تديلو أكتر من كده لأنه عنده خبرات لعب كويس لعب يقدر نهاردة لما دغط عليه طلاقة الجيش أكيد كان عنده حلول كان يقدر يتكلم يواجه زميله بشكل كويس جدا ولعب عنده خبرات وقائد في الملعب شخصته كويه هتديلو 6 من 10 6 من 10 نعم دي فاتح لعب كويس جدا ومباشر هتديلو 7 من 10 يعني جونيرو أجيه هتديلو 10 10 من 10 عادها بالراجل المباراة النهاردة تحركاته وقدر يجيب جونين ماجد أفش هتديلو 6 من 10 كن حسين الشحات أنا مش وفتوش كتير جدا لكن الراجل عنده ثقة فيه إنه هو يقدر يخلص له ممكن يقدر يجيب جون وده ممكن يكون هو بقى عليه في الماتش إنه هتديلو 5 من 10 إنه بقى يجيلك عند محمد شريف محمد شريف ممكن يكون عنده عدم ثقة إنه هو بيلعب اللي إنه في البداية بدأ وبعد كده قاعد في كمة مستويه عشانه بعد كده بقى بينزل احتياطة بقى تغييره النهاردة بيبدأ أكيد الثقة عنده هتزت شوية لكن هو لعب كويس جدا 7 من 10 عندك تقيمات لطاهر أو والد أو والتر بوليا بعد ما نزل له كهرباء وقاله ديانج؟ لا طاهر محمد طاهر الوقت اللي لعب فيه ما أسعفوش بشكل كبير لكن هو لعب كويس جدا وأنا كنت أتمنى إنه أشارك من البداية والتر بوليا نفس الطريقة إنه هتطلع يعني نزل مثلا محمد شريفة تدلوه 4 من 10 كهرباء نفس الطريقة تدلوه 4 من 10 يعني قاله ديانج برضو من لعبك كويسة جدا وأربعة يعني ما قدرش إن أنا أقيمه الرجل مبارا من نسبالك إنه هادا كبتن أغييك أغيي طيب أفضل لعف فريق تلعى الجيش إنه هادا من وجه يتنظر لأ هم كلهم كان ينظر في لعبة جماعة من فرقة عندهم تمركز لعبة كويسة جدا لكن هي أخطاء الدفاع اللي خلصت على الفرقة شوف مين برضو يعني أنا برضو سؤالي شايفه اللي كان ظاهر جدا إنه هادا يعني شاف إبراهيم أكون هي عمل أداء كويس جدا شاف إن عمر جمال عمل شغلي كويس جدا أحمد سمير بيعرف يلعب الماتشارت بتاعة الأهل والزمالكة فرقة تمام كبتب إبراهيم الدين تقيماتك بالنسبة للعب النادي الأهلي وأفضل لعب بالنسبة للقاء وأفضل لعب بالنسبة للفريق تلعجيش بس يعني خلينا نكلم على الشناوي طبعا الشناوي لو في درجة اللي هي العشرين من عشرين هندي له عشرين بصراحة بس أنا عندي حاجة دايما بحبها جدا إنه دايما بحبه يبقى أفضل وأفضل إنهم العناصر المهمة جدا تمانية من عشر تمانية من عشر لأنه يعني عنده أفضل ونفسه يوصل لمرحلة إنه فعلا من حراسة المميزين جدا وهو من أسباب فوز النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ومن أسباب نجاح النادي الأهلي في الفترة الأخيرة محمد هاني هتدي له عزره النهاردة لإني حسيت إنه عنده بعض الإصابات أو في بعض الظروف ممكن إجهاده أو الحاجة فهتدي له ستة من عشرة ستة من عشرة بدر بنون هتدي له النتيجة دي مش معناه إنه هو وحش هو خمسة من عشرة لإنه هو مفهود إنه هو خبرة وهو نجم الدفاع في النادي الأهلي مفهود يبقى خبراته أعلى من كده يقدر يتكلم مع اللعيبة ويوصل بيهم لأعلى مستوى في الدفاع خل بالك يا فاروق بعليش يا أبراهيم عنا يا سبب قطعك لكن خل بالك المركز ده لازم يكون فيه اتنين منسجبين بعض بس هو كابتن هو قد لابد غير ياسر أبراهيم محمود وحيدة كابتن محمود وحيد أربعة حمدي فاتح أما أيمن أشرف قلنا خمسة خمسة من عشرة لإنه هو اللعب كويس جدا بس أنا عايزه يبقى أفضل بسراحة حمدي خمسة من عشرة برضو سلية سلية أربعة من عشرة عشان خاطر إنه هو مفهود إنه هو القائد في نص الملعب مفهود إنه هو اللي يقدر يتكلم ويوجه عشان كده أنا ديت أربعة من عشرة شحات سفر ما دي مفهزة علي أنا تحر ما فيش أي دولة للأهلي أو تواجد في الملعب النهاردة وحسن الشيحة أنا عايزه يبقى كويس على فك محمود مكدي أفشا أفشا أنا من اللعبة اللي أحبها جدا بس هو في المستوى في الفترة الأخيرة وحش جدا في أخد أربعة من عشرة أجعيه تسعة من عشرة شريف خمسة من عشرة عشان هو بعيد بقى له فترة رجل مباراف بالنسبة للمشاهد جونير أجعيه ومحمد الشناوي ديني واحد بس جونير أجعيه أجعيه أبريم كونير وأحمد سمير وأعمر جمال بواحد بس أبريم كونير طيب